يعاني قضاء الدجيل من توقف اكبر مشارعه الخدمية وهو مشروع المجاري بعد وصول نسبة انجازه لاكثر من 20% بسبب التقشف المالي بالنسبة الى مجاري قضاء الدجيل تعبانة بشكل وحالت الى شركة تركية اكمال مجاري قضاء الدجيل وكم العمل بها الى 20 او 30% بعدين تركت هاي الشركة اين اين اموال العراق اين خزينة العراق اين لفط العراق اين 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 تسأل الى ما لا نهاية رئيس المجلس المحلي لقضاء الدجيل علل تجمعة المياه في الكثير من الاحياء السكنية الى توقف مشروع المجاري مما ادى الى تذمر المواطنين اهم مشروع عندنا معطل هو مشروع المجاري اليوم مشروع المجاري الدجيل دائما هي تعرف انقطاع كهرباء موجود الغطاسات في المحطات اكثرها تلفت وتعبت لانه لم تجري عليها الصيانة او تبديل من ذا عام 2013 اليوم اكو عندنا موضوع شائك في منطقة الجمعية المحطة الرئيسية هي اليوم لم تستوعب سحب المياه دائما يصير طفح بها قبل كم يوم اهالي جمعية جاءوا الى مجلس القضاء يناشدون مجلس القضاء يشتكون المجاري والان المقاول متوقف عن العمل لم يعطوه مبالغة عندما يعطى مبالغ هذا راح يكمل المشروع هذا راح يخفف من معاناة مدير المجاري وهذا المجاري يصير سحب اكثر حتى لا يصير طفاعدنا ويعاني اهالي قضاء الديجيال من طفح المجاري في العديد من المناطق بسبب توقف مشروع مجاري الكبير فهل سيرى النور من قضاء الديجيال لسامراء علي البلداوي اشتركوا في القناة